ما شاء الله نمسك الخشب بقى فاحتقاتك فيش خشب كله أساس كما أكاديميات لأهل أكاديميات الأهل حقيقة أصبحت الآن مشروع يعني يعتبر من المراكز أو أعمدة كرة القدم فريق أول قطع ناشئين أكاديميات أكاديميات حقيقة بدأت من 2004 إلى 2005 سبقون أجيال طبعا كابتن محمد رمضان وبعد كده كابتن شاوي عبد الشافي وبعد كده كابتن خالد بيبو وفريم عبد الصمد فيعني مرت عليها حية كلهم طوروا فيها وكلهم وضعوا لوائح حية أنا شغال بيها لحد دلوقتي لوائح متميزة جدا ملاعب الحية للنادي الأهل في الشيخ زيد وديت مصر حاجة تفرح بين التحتية ممتازة بين التحتية وعند كل الأماكن اللي فيها الأكاديميات جننتقي للهية الملاعب الجيدة عشان اسم النادي الأهل كبير فما نقدرش نروح في أماكن حتى حتى كل الأماكن اللي كانت في ملاعب صغيرة خمسيات نقلناها إلى ملاعب كبيرة مثل أنها تسعة أنا شاف اللي وإحنا شافين دلوقتي ده فرق تعمى دينة نصر ما شاء الله البنية التحتية الملاعب حتى جلسات أولياء الأمور العادات الله يعني حيي أنا حيي الحيي القائمين على هذا الأمر جيت لقيت الموضوع ده من قابتن خالد بيبو والحيي تأفي جدا سنة كاملة ما كانش فيه أماكن حتى للمدربين يعودوا فيها لحد ما المنظر شايفه أصبح في منتهى يعني التحضر الحقيقة من أكبر الأكاديميات اللي موجودة فرق نديد نصر العدد وصل فيها فوق الألفين ما شاء الله يعني ده حاجة يعني بصراحة توريء قديس من نادي الأهلي كبير جدا والنهار ده بالذات قابتن خالد بيبو كلمني وانتعرف أنا وقابتن خالد بيبو بصراحة يعني في تواصل عطول فيه تناغم وانسجام وهدف واحد مصلحة النادي الأهلي فالنهار ده يعني إن شاء الله بعد كده هنعمل تجميع للمتميزين بحيث إن القطاع الناشين يجي يختار منهم اللعبة المتميزة للسنوات القادمة اللي بترشحوا من القطاع بعد كده فطبعا اللي حينتقي هذا الأمر لازم يكون هم مدربي القطاع عشان أدرى مني ومن غيري بمستوى اللعبين في القطاع مقارنة باللعب في الأكاديمي و بعدين يا كابتن السلام عشان ما تهربش منه يصل عندنا كم فرع عندنا 15 فرع وإن شاء الله عندنا خمس أفرع جديدة إن شاء الله لما نريده على اللجنة يتم الاتفاق عليها شي في مؤكدة يعني وآخر حقيقة آخر فرع اللي هو في الحرس الجمهوري فنادي الحرس الجمهوري في صلح سالم في إمارات العبو فده طبعا إن شاء الله يكون برضو مستقبلا من الأفرع القوية جدا لأنها مصر الجديدة كلها وعندك بقى العباسية كسافة السكانية كمانا في المنطقة دي المنطقة كبيرة جدا فأنا بقول إن الحقيقة طالما هناك يعني إنجزاب لهذه الأكاديميات يجيب إحنا ما نتواناش في أي مدينة أو محافظة عايزة هذا الأمر وأتمنى إنه أن يكون هناك برضو حاجة جديدة عمناها الحقيقة واتكلمت معها مع لجنة التخطيط ومع لجنة التسويق أصدر لجنة شركة الكورة إنه لازم يكون في حاجة اسمها للمدربين في قطاع الناشئين والأكاديمية المدرب لازم يأخذ كل حاجة جديدة إن شاء الله هنستقدم حاضرين من برة حلو قوي يعني أنت النهاردة كمان بتفكر في حتة التطور المدربين طيب أبل مكان